اشتركوا في القناة 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 العقل الرشيد يا لهو يا غنيم ده أنا زوغت منهم بقدرة قادم بس يكون في علمك أنا هخف رتع للشقة دي ها مهمش كلهم مرة تسلم بجرة غنيم تلفون بيننا لطول لأي لا استنى استنى لتكون هي هلو أيوة يا غنيم أيوة أمرايا بحشتيني إيه الأخبار أخبار كويسة قوي وزي الفل قدامنا فرصة بس مش عايزينها تضيع مننا هنحقق كل اللي نفسينا فيه طب إيه كنا سامعك لا لا أكرم دلوقتي ممكن يطب علي في أي لحظة أنا بكرة الصبح هعدي عليك وأنا هستنى لك على نار ما تتأخرش علي ماشي يا غنيم سلام ايه هيحزن هتروه وتهلأ بوسيد طب هو الليش مفاتح ده يا غنيم ممكن يكون عنده خميرة كويسة أكيد عائل زي ده مش هحط في لسوف بنك وحتى لما فيش خميرة كفاية أقول لي جي منه وحسب منه بدل الأشفارة اللي الواحد فيها دي وفي اللي أهم من الفلوس يا سيد وفي أهم من الفلوس يا مغنام ماش في غليه دي حصروا أني دخلت جوا بيته وسرقته لأوا مين اللي ساعدني مرات أخوه النوخة يعني سرق أو حصرة وجرسة والبادي أصلا ما سايد أحوز بالله بأنك كشيخ ربنا يكفينا سرق يا سرق خل الله والله يا هنم أنا سعيدة نسمع تسيد حضرتك يا حبيبتي أنا اللي أسعد وعشان يعرفي علاوكك عندي يا سارة أنا قلت الشيكي أعزم كل زمان إلا سارة أنا اللي لازم أعزمها بنفسي أشكرك تشرف كبير لي يا ممه نفسي يا حبيبتي وياريت يعني لو وقت سيادة الليوة يسمح أنه يجينا ياريت شرفنا معاك سيادة الليوة سيادة الليوة مين باباكي يا روحي ياريت بقى تبلغي تحياتي وتقولوني حبة سعيدة جدا جدا لو شرفنا معاك أيوة بس أنا كنت عايزة أقول لحضرتك أن مش إيه يا روحي إيه مش حيرا فيه يعني ما أقول يا سارة إنتي برضو تعرفي تقنعين أنا مستنيكي إنتي في سيادة الليوة يوم الخميس أوكي يا روحي يلا باي باي إيه يا سارة في حاجة في الشغل ولا إيه لا يا بابا ما فيش حاجة الله أمان إيه حكاية سيادة الليوة دي اللي إنت كنت تتكلمي فيها لا دا ولا حاجة وبعدين يا بابا ده إنتي عندي بالمليون ليه ربنا أجمل بخاطرك يا بنتي وأقبل ما نفرح أنا أقول من بيكي وإنتي الليوة قد الدنيا إنتي عارفة؟ أنا لسي كنت بتكلم مع والدتك دلوقتي وبقول لها إن أنا أرجي حاسس إن سارة دي هتوبصى من أعلى الرتب وعطنا مبانا نتعيلك ونتعيلك 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 إذا لازم نخلي مختار يحجز لنا في أفخا مطعن في مصر ونبتدي نعزم الناس من بكرة عايزين ليلة الخميس دي كل الناس تتكلم عنها طبعا بسحيطك بحل دي أهوة حلوة براقم حلوة تصدق فعلا الفكرة دي حلوة أوي ومش معقول حنسيب طارق ونرهان كده ولوقف نتفرج عليه إنتي ناسي إن هم أصحاب أحلى حاجة حصلتلي في حياتي اللي هي إيه؟ إيه دا؟ إنتي نسيتي ولا إيه؟ ناسي إن هم اللي عرفوني عليكي وإن هم سبب جوازنا حبيب بس الحكاية دي لازم تتزبط كويس قوي لأن لو واحد جي والتاني مجاش كل حاجة ممكن تبوص لأ إنت عليك طارق وأنا عليها نرهان ويسيب الباية على ربنا خلاص تكلمي إنتي نرهان على يوم الخميس وأنا بقى ربنا يعيني على سيطارق ده يا رب أصبح على خير وانت من أهل لا بجد تسلم إيديك يا كرما الأكل يسطر لا أنا وشي فا ونبقى أعمل لك كوبهاية شاي عشان بتحبس بيها ماشي ناخد دول معنا بمرة يلا ماشي 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 مهن مهن اشتركوا في القناة 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 ماشي يا فتحي خلاص هكلم عدوي هاكد عليه طبعا بكرا معد بالليل ان شاء الله وبالمرة هاديله عنوان ماشي ما تقلاش يا فتحي هجهزلك كمان العربية بوينش اللي احنا اتفقنا عليها سلام يا فتح استنى يا ديزل بقى هلو يا تربو شرفوا اللي حبيبي ايو عارف المكان اللي ها ما تقلاش هعرف اوصل تمام خلاص معدنا بكرا بالليل وسلام عمنا احنا حبيبي تا ايه مش هتكمل اكلك ولا ايه انا شباك الحمد لله اكمل اكل انتم من المخبون 300 الى اiance كنت لازم تعطي مناء خريك في كل حاجة كنت لازم تطمي عليك مش جوزي وابو عيالي واحدة دينا غيرك لا اصف صيل التطميني يا اخت مصلحة كده خلاصة مع تيربو اللي كان بيكلمني ده بكرة ارتاحتي؟ قعدت على الخبر؟ ومصلحة ايه بقى دي اللي هتخلص بكرة؟ لا لحد كده وملكيش في ايه انت ايه؟ رجعت للسكة العوجة تاني؟ بعده ما ربنا كانت بقى عليك؟ تلما سميحة تلما سميحة وروح اشوف ايالك وشنينة من دماغك خالص والاخر برا بقولها لك انا عارف كويس انا بعمل ايه؟ لو عايزة حاجة انت وعيالك انا ارقى بقسر دينا غير كده مش عايزة اسمع صوتك تاني فاهمة ولا مش فاهمة؟ انت النحل ايه كده بيت؟ مدغور اتروح اتشوف ايالك مش انت احدا واللي عرفها انت علا والت احزمان اللي كلنا كلامه شاخط ونطره واسوأ ويريت اتجي عليك هده ومتودش نفسك في ستين داعي وسبنا لو العيال نتلطم من بحرك وعلمنا شغيرك يا عدو الله العزيم بلنا غيرك مبراحة علي كده يا بتو فاهمين انت نوي على ايه؟ نوي اخلص من الهم لنا فيه دا يا امه من ايام اتحيلت عليك وانتي اللي كنت خايفة ومرعوبة من اكرم اخوه لا اعملوا فيك حالة لو خلعتي منه كنت بدور على سكة تبعدني عنهم وعن شرهم وانا مأمنة نفسي ولاقيت السكات يا اختي لقيتها يا امه ورتبت حالي وحاخلع ويبقوا يدور علي بقى طب ما ترسيني معاك يا عدو عشان اطمن عليك يا دناي في واحد هيسفرني برا مصر خالص وحيزبطني في شغلانا النمائي كويسة قوي امه وهو اخلص من الهم والقرف اللي انا عايشة فيه دا ويطلع مين الجدع واحد اتعرفت عليه من فترة كده اسمه غني يا ترى الجدع دا مضمون؟ ولا يكون بيلعب بيكي وتبقي طلعتي من النقرة وقعتي الضحديرة انا خلاص يما تعلمت ومحدش يقدر يلعب بي تاني واي سكة بعيدة ان اكرم وفتحي احسن لي مليون مرة من لانا في دا طب والجدع دا نوي سفارك انت وعلى فين كده؟ لسه مش عارفة وملكيش فيه احسن لك متعرفيش عنه تفاصيل كتير خد يامه خلي دول معاك وانا كده لما راست اموري هبقى اكلمك اطمنك علي وبعتلك فلوس تاني بقولك ايه خدي بعض في اليومين الجايين دول وعودي عند حد من قريبنا لسهن اكرم وفتحي لو عارف وانا هعمل ايه مش هيسبه كيف حالك قريب مني يا حسرة هو عاد في حد بيتيق حد شوف انت حالك بس ومحدش هيقدر يهوق نحياتي ولا هيخب مني لحق ولا باطل بشوقك يا امه بس انتي ولا شفتيني ولا تعرفي عني اي حاجة انا اختي لا شفتك ولا عرفك اصلا بس انتي يا بيت لما انت بيليا تلعب معاك ما تقلش اصلك معامك اوه تقولي كده يا امه هو انا لها حد غيرك برضو انا بس تلعب معايا وحظبطك وهبعد اختك تعيش معايا في لبنان ونبعد بقى عن اللي اسمه فتحي واكرم يسمع من بودك ربنا صباح فيدي يا حبيبي يا صباح الفل يا امي على فكرة بقى ما كانش لازم ابلا تروح الشغل بتاعك ده النهارة جري يا ماما اوه انتي عايزين نبطلق قدامك في البيت كده لشغل اهلا مشغلها لا يا حبيبي المفروض ان احنا النهاردة عندنا حفلة كبيرة كان لازم تعب معايا وتقدب معايا الحفلة يا امي انتي الخير وببركة وانا عارف ان ناجوان هانم اكيد هتنوم واضبة حفلة ما تخرش الماء اهمك يا وانتاجي ياللي كلامك بينققت سكر انت لعلمك بقى المرة دي انت عندك حق ان كل حاجة في الحفلة دي موضباحة على زوجي وانت عارف زوج ماما بقى يا اصتر يا رب ايه يا حبيبي انه قول ربنا ما يحرمني منك اهلا نقوان هاني في الدنيا كلها هي اللي دايما كده مشغرفاني ورفع لأسي فوق اه يا اوانتاجي دايما بتقول كلام زي السكر المهم متنساش تأكد على زميلك ورؤساتك في الشهر على الحفلة بتاعت النهاردة يا حبيبي وعلمك بقى لازم تيجي نهاردة بادي عارف لو جيت متأخر لازم مرحب تيجي بادي ترى حتى غيره دومك شو تستقبله تجيوف انت تؤور يا جميل يالله مشغس حاجة؟ مرسي يالله مع السلامة ها عملت ايه مع طارق كلمته وحاكد عليه تاني النهاردة وانتي عملت ايه مع نورهان اتفقت معاها ان احنا هنعدي عليها النهاردة الساعة عمانية ناخدها من بيت بابا ونروح سوي الحافل برافو عليكي ألحق انا بقى اروح المدرية ها عايزة حاجة؟ عايزة سلامتك حاول متتأخرش النهاردة ربنا سهل مع السلامة مع السلامة شكلي كده غلطت وتسرعت في الكلام مع فتحي يا عولا يا بنتي ولا تسرعتي ولا حاجة انتي حتيته نقط على الحروف بس حسيته كده اتدايق يبقى هو بيتسلى ومش واخد الموضوع جد وقال له كان مخلع بقى لا يا عولا ما تقوليش كده فتحي مش كده خالص فتحي ده احسن واحد انا عرفته في حياتي يبقى هو ما وصلش القرار انا لو منك اتقالي عليه شوية وديه فرصة يدورها في دماغه كويس ايوه صح انت عندك حق يا عولا انا لا هكلمه ولا هطلبه ولا عايز اشوفه خالص لحده بقى ما هو ياخد القرار ويجي يكلمه اقطع تراعي ان ما حنتي وكلمتيه تاني انا لا والله مستحيل اعمل كده انت عبيته ولا ايه يا ريت يا كرمة مابوس يا بنتي هو لو حس ان انت مش قادرة تستغني عنه عمره ما هياخد خطوة جده وحيفضل وضع لما هو عليه لكن لو عارف ان انت مش بتاع التسليم وفعلا بيحبك وحيجيلك على ملوشه وحيطلب العفو والسماه وكمان مش هيستغني عنك وانت حرة بقى يا ريت يا عولا يا ريت مراقبتنا لسيد ريشا بتقول ان وراه حاجة مش مظبوطة يعني ايه معتز مش فاهم اصدق ايه سيد كذا مرة يخرج من المحاجر وبعدين يموهى على رجالة المراقبة ويزوغ منهم ده يبقى اسمه تهريج يا معتز يبقى هو شايف الرجالة بتاعتنا وعرفها وبيزوغ منها عشان يروح يقابل غنين ما كان ما هو بخبيه بعدين اذا كتارق بيه ما تديني فرصة كده اسحابه على المدرية وقراره بطريقتي لا لا يا شريف احنا كده بنكشف فريق ده كله وسيد ده لو جبناه هنا ممكن يتعبنا وما يتكلمش احنا لازم نغير طريق مرقبتنا ليه لازم نحساسه بالامان عشان نوصل لغنين ده عن طريقه ولا كان معتز غير فرقة المرقبة ويعمل فرقتين يرقبوه بس يكونوا في منطقة الحذر ويسلموه البعض من غير ما يحس بقى اي حاجة لا اعتبر ده حصل من النهاردة القضية دي طولت اوى بشوات بعد كده بشكلنا وحش القضية لو اتسحبت وراحكي فريق تاني هتبقى عيبة اوى في حقنا ساعتها بقى نقدم استقلاتنا ونقعد في البيت احسن لنا لا يا فندم ان شاء الله ده مش هيحسن اتمنى تقدروا تروح وتنفزوا الاتفادة عليها بعد اذنك الحندم فضله طارق ما تنساش يجي الحفلة النهاردة حنستناك حفلة هي مرتزة بس انا فيها تماغل الحاجات دي طارق انت وعدتاني هترجع في كلامك ولا ايه ماشي يا سيدي امجل هجاعد معاكو شوية خلص هستنى معتز لما ييجي ونجهز على طول واكلمك بعدها نعدي عليكي ناخدك وبعدين نبقى رواحك بعد الحفلة وبعدين معاكي بقى يا حنال يعني ايه لازم يجي والله يما انا عارفة ايه مش عارفة دي بقى يلا امي بطالي حيرة وتردد وخف نفسك كده وبطالي كسر ياما والله هزعل منك حاضر حاضر خلاص يا حنال حاجز واستنى بس على الله بقى طارق ميعملش حركة كده ولا كده تحرجني قدام الناس حاضر حاضر يا سيدي حاضر حاضر يا حاضر حاضر يا حاضر حاضر يا حاضر تغيق حاضر يا حاضر أصابر las محاضري يوم الباب ميش معنى ياه؟ عشان لما تخلص شول أخذك من إيدك كده ونرجع على البيت عشان ما تفكرش تزوغ هنا ولا هنا ههههههه انت مجمونا رسمي ونظر عظيم عموما براحتك لو ما روحتش معاك استحمل بقى الزن والدوشة والمكالمات لحد ما شوفك قدامي في البيت بس بس خلاصوا على ايه؟ انت تروشيني؟ هبقى أخذك معايا ونرجع سوا أنا بقول كده أحسن برضو حبيب قلبي يا نس هيا حاضر؟ عاي سايد تفضل بيتك ومطرحك حبيبي يا حوني خد يا عمي ستبطالك وخليتها ايه فلة طيارة تعيش يا سايد ايه مش لو داخدني معاكل ايه الحكام مش مستهلة سايد هتخلص في السريع وانيجي على طول اشتركوا في القناة